الموصليون يستعدون لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية باحثين لهم عن موطع قدم في أطول مدة يستغرقها إنجاز المعاملات في العالم آخرها كانت إضبارة شهيد اقتربت من دخولها في العام السادس ولم تكتمل حتى يومنا هذا كابوس المواقف الأمنية والمساءلة والعدالة يطارد ضحايا الإرهاب وذوي الشهداء والجرحى وفي كل شارع قصص تحكي عن جراح أهل هذه المدينة وعما تنزفه حتى اليوم فهذا الرجل استشهد كلا طفليه في الحرب وتعرض هو لجروح أيضا لكنه قدم معاملة واحدة لطفل واحد واستغنى عن حقوق الآخر ورغم ذلك فلم يحصل على أي شيء حتى هذه الساعة دائرة التعويضات تقول أن التأخير ليس جيدا بسببها إنما بسبب إرسال الكتب إلى بغداد وانتظار إجاباتها ورغم أنها بدأت ترد في الآونة الأخيرة إلا أنها كانت تستغرق فيما مضى عاما أو أكثر ما سجل رسميا حتى اليوم أكثر من 15 ألف قرار يخص شهيدا وجريح والأرقام في ارتفاع مستمر أما قوائم المفقودين والمغيبيين لم تحصى والمنظمات الأممية تقدرها ألاف من الموصل محمود الجماس قناة التغيير